بحث أعضاء مجلس أمانة العاصمة موضوع اعتماد تطوير حديقة المشعل الواقعة في منطقة الغذبية واعتماد الميزانية المطلوبة لتطويرها من جانب آخر نقش المجلس عدة تصنيفات بمنطقة توبلي خصوصا طلبات تعدد البناء تحقيقا لدورها في خدمة المواطنين والمقيمين في المحافظة فقد أفردت أمانة العاصمة جزءا من جلسة اليوم لمناقشة طلب أحد المواطنين لإضافة بناء تجاري في مبناه الواقع بمنطقة توبلي وأفادت أمانة العاصمة أنه قد تم مسبقا الترخيص لبناء مبنى سكني آخر متعدد البناء في نفس المنطقة وأن الطلب الذي تقدم به أحد المواطنين لا يختلف عما تم الموافقة عليه بالسابق لذا اقترح الجهاز التنفيذي الموافقة وفقا للإشتراطات ولرخصة البناء الصادرة للمتقدم مسبقا على أن يلتزم صاحب العقار بتوفير مواقف للسيارات في المبنى ذاته وعليه وافق الأعضاء على الطلب نحن في موضوعنا اليوم نناقش شخص معين اللي هو عنده اشتراطات كاملة اللي يحتاج أن يكون فيها أن يكون على التصنيف السابق وحسين أنه يعني مو من مصلحة الشخص أنه نحن نغير التصنيف ومنمنعه من زيادة شقة بسيطة داخليا لا تأثر على شكل البناية لا تأثر على الحركة المرورية لأن المواطن استوفى جميع الاشتراطات وضمن نقاش المجلس فأنه تمت موافقة الأعضاء على اعتماد تطوير حديقة المشعل في منطقة القضيبية وحسب الدراسات والتصاميم المرفقة تبين أن الميزانية المطلوبة لتطوير الحديقة تقدر بخمسمائة ألف دينار بحريني رأينا أن هذه حديقة المشعل ما دام هي الآن في طور المناقصة وتطويرها أن نحن نقترح عدد ملاعب التي نمارست كرة القدم والسلة الآن بما أن الأعضاء وافقوا على المقترح مالنا صار الاختلاف فقط في الميزانية التقديرية إلى المشروع وبالتالي سوف نرجع مرة ثانية إلى لجنة الخدمات لتغيير نوعية الملاعب التي تغيير المواد المستخدمة في إنشاء الملاعب ويأتي ذلك استجابة للحاجة الماسة لزيادة الرقعة الخضراء بالمنطقة والتركيز على تطوير حقيقي للحدائق بما يسهم في التنمية المستدامة إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين